السلام عليكم مرحبا بكم في قناتكم مطبخ مطالسي مع وصفة جديدة وفيديو جديد الذي نقدم لكم فيه واحد العشاء واللغضاء خفيف صراحة هذه الوجبة هذي كتصلح لها للعشاء للغضاء وخفيفة ضغية ضغية كن نجدوها غير في المقلات يعني بدون يفورن وبدون ضغية ضغية كن نجدوها في المقلات كما كتلاحظو هنا يا انا شنطيت بطاطة كبيرة او لو ممكن لكم ديروش بطاطة صغار اه حكيتها في الحكاكة الغليضة كما كتلاحظو بحل هكا ودي نشدها ودي نعصرها من هاد الممزيان ونحطها بحل هكا في هاد الاناء هاد اللي يكون كبير اللي يجينا باش نخلطو في هاد المقادر هادو معاها كنديرو نسف ملعقة نتعلي بزار هنا انا درت الحار السودانية درتها يمكن لكم اختيار ديروها ولا ما ديروهاش درت شوية الملح وبيضاء انا هاد الشي اللي كتفيت فيه في العطرية يمكن لكم تزيدو تقوموها إذا بغيتو لاني هكرها كتجلديدة احسن خفيفة كتجلديدة ادي نخلطو هاد المقادر هاد كاملة مزيان حتى تنسج ملينا مزيان هاد البطاطا معا البيض مع دك المكونات وهنا يكيم ما كتلاحظو ادي نضيف واحد القاطرات نتع الخل ملعقة صغيرة اه نخلطوها مزيان باش مكتبقاش لنا ذكي كزفور هي نتعال البيض حيث انا مكتعجبني صراحة يمكن لكم اضيفوها او لما هاد ندهنوها مزيان و هاد نبسطو هاد البطاطا بحلاكة طبقة اللي تكون رقيقة ما تكونش غليظة بزاف وهنا يدير ردوها على نار مهيلة يعني متوسطة ما تكونش مهيلة بزاف وف نفس الوقت ما تكونش مجهده بزاف رها تغييض غياكة توجد هاد هاد ردوها على هاد البال باش ما تتحرقش هنا بعد ما تغييض غيرها هات حمرات نشدو شي طبسي بحلاكة ونقلبوها و ندير واحد شوية الزيت باش ما تلصقش لنا زيت الزيتون او لا الزيت النباتية و نقلبوها بحلاكة مباشرة ما نقلبوها كنضيفو عليها هاد الاضافات هادو هاد نضيفو صوص متاع الطومات هدا يعني انا يدرت غير مطاشة الحك ملعقة متاع مطاشة الحك مع واحد الملعقة متاع الكيتشوب ودرت معاهم شوية الماء وخلطهم زيان حتى كيولوا بحلا هاد القوام هاكا و نديرها بحلا هاكا من الفوق هاد نضيفو هنا يا الطون والطون كيبقى اختيار يمكن لكم تضيدوه لما تكتافيو بهاي بحلا هاكا الطون صراحة راكي يجيدها واحد للدازوينة المهم كاتجي ما نقولش لكم راها كاتجي رائعة هنا شرائح نتعديك الرومي او الا الكاشير كل واحد ولي عندو وقي بقى اختيار يمكن لكم تضيفوه للا المهم بحلا هاد طريقة هاد راها ما نقولش لكم كي كاتجي بلا الدازوينة وسريعة غيض غيا كان وجدوها وراها كاتشبع يعني هاد شيادة راكي يشبع وحلا لنضيفو على المصاوب الزيتون ممكن لنا نضيفو ها الزيتون هاكا الاخضر او الا الاسود وواحد القطع رقيقة انتع الفلفل الى لكان عندو نضيفوه نضيفوه انا يعني عندي الاخضار وهنا ضفت المودزاريلا او اللي يمكن Partners اضف الفرماج الأحمر. اضفت غير موزاريلا و اضغطيها في المرحلة. اضغيرها توجد هنا بما اه 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 اضغطيه نبدو به هو الاول. نقطعه بحل هكه و نضيفه للمليحة. و نضيفه حتى يتلق ذاك المديالو بحل هكه. باش كي يخرج منه ذاك المديالو. نضيفه البيضة. نضيفه عليها قطارات متاع الخل. باش كي تجينا هاد الشي هذا مقرمش. و شوية الملحة. نخلطه بحل هكه كم زيان. هاد البيضة هادي. و كي يكون عنا هنا يا لاشابلوغ. هنا اضفت شوية الحار سودانية. كي تعطي واحد انك هزوينة. ما كان كترش بززاف يعني باش ما يجيناش حار غنك هادية لها و صافي. وهنا كان مبقا كندير بحل هاد المرحلة هادي كمشي مع الدنجل كامل. هنا كندير للمرة اللولة في البيض و كندير لها جوش طبقات تاع البيض ولا شابلوغ. هنا بعد ما دي نسلي من هاد الكمية هادي كاملة. وهنا هاد جوش طبقات صراحة راكي اوها واحد القرمشة زوينة بززاف يعني جوش طبقات احسن ورها بيضة راك تكفي لنا الدنجل كامل اللي درناها انا هنا درت جوش دنجالات كبار اللي شدتهم قطعتهم وكن نحيده منهم القشور شي شوية يعني ما كان نخليه بالقشور ديالو اللي كان نقصه منها واحد شوية وكن قطعوها قطعوها طويلة بحال هكاك. هنا زيت اللي نسخنوها من قبل وكن ديروا فيها هاد الانجل كامل من بعد المسالينات كن سليوها عال كمشي ونقليوه مباشرة كنقليوه في زيت اللي سكون سخونة زيت نباتية تبلي كامل وهناك هدو عليها البوطة راه دغية. اللي يوجد يكري د bulun به يوجد ما نقولش لكم هاد BERN cri لكي路يني ي effectiveness الرائعoured يكري زيت ن prolongにな advisory كيير اي Calm nor kesem يجي مقلمة بالقرمش وزوين فيه وحد البنة زوين اراد غياتغية. الشئ ده يوجد ارد общ وفي نفس الوقت لا يجب نشرب الزيت نهائيا كيف يجب نشف ومقرمش يعني ليس بحل بنجال الاخر لكن نديروه مباشرة في الزيت كيشرب الزيت بزاف وهذا هو الشكل النهائي بعدما وجدت هاد الوجبة هادي اني كتكون وجبة غنية فيها كل شي الخضار فيها يعني رها سوى نديروها للغضاء او اللي عشارها انا هنا يدرتها للغضاء وراجعت الديدة بزاف ودرت معا هاد بنجال ورافقتها انا كذلك بواحد شليده بس لاو ما عطا شاك ندرتهم معا ها مهم هذا هو الشكل ديال هاكي النهائي رها كتجيقها بطفراصها اخا كنقطعوها على شكل مرصويات بحالها كنت البيتزا وكناكلوها كتجيقها بطفراصها يعني ما كتطيح ما تشي حاجة وكتجي في نفس الوقت مقرمش هذيك الطبقة التحتانية ما نقولش لكم كيكا جيل ديدة بزاف جربوها رهادي تعجبكم ويعني رها ما كتاخدش لنا الوقت بزاف ضغية ضغية كتوجد خصا ده بلح البارد كان بغيون تعشو يعني العشارة ضروري منو وهنا يا الاصابع انتع البادينجان كما كتلاحظو رهم جوزوين بزاف بزاف جربوهم وهذا الطريقة كيجي وناشفين بالزيت وفي نفس الوقت كيجي ومقرمشين ما نقولش لكم القرمشة اللي فيهم انا احنا قدمتهم على المايونيز احتف صراحة المايونيز كيعجبني بزاف مع الدنجال انتم اقرب ديكم الكاميرا باش شوفوا شكل ديالها النهائي انا صراحة احنا بغيت نسمع لكم الصوت نتاع القرمشة ما نقولش لكم كيجي ومقرمشين وناشفين بالزيت وجووا في نفس الوقت يعني كيدوبوا فما نقولش لكم اللدة ديالهم كنت مننا تجربوهم بهالطريقة هذي روما دي يعجبوكم بزاف بزاف ويعجبكم الفيديو ما تنسوش البرتاج مع العائلة والاصدقاء وكذلك جام او لا لايك للتشجيع وباش يزيد الفيديو يعوم اكتر واكتر ويوصل بزاف الناس اللي كيبغوا بحل هاد الوجبات هكا السريعة وكتكون خفيفة وصحية في نفس الوقت ونخلكم في امان الله وحفظه والى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله وبحول الله